في فيديو سابق احنا تحدثنا عن الفرق بين الوظيفة الثابتة والعمل الحر وقارننا فيها من عدة نقاط من ناحية سلبيات وايجابيات كذلك في هذا الفيديو ان شاء الله بدنا نحاول ان احنا نفرق بين ريادة الاعمال والعمل الحر طبعا ريادة الاعمال هي انه يكون في عندي فكرة ريادية وانه احاول ان اشتغل فيها او اشتغل عليها واكون شركتي المستقلة بحيث انه هي شركة هذه في النهاية تتطور وتقدم خدمات او منتجات للزبائن بشكل مباشر يعني بركز على هذه الخدمة او هذا المنتج بشكل احساسي فقط لا غير ما بركز على منتجات اخرى او زبائن اخرى او زبائن اخرى او زبائن اخرى في النقطة الاولى بيستثمر الريادة بشكل اساسي بفكرته تمام وبيعتبت عليها في تأسيس عمله او شركته الخاصة ويفترض انه تكون من واقع دراسة واقع احتياجات السوق المستهدف معنى هو يحدد انه والله السوق في هذا المنتج ناقص او والله انه في خدمة معينة مش موجودة ماحدا بيقدمها فبالتالي انه انا بدي انه اقدمها بينما المستقل الفريلانسر بيستثمر في مهاراته بيقوم بتطويرها بشكل مستمر بما يتناسب مع احتياجات الزبائن تمام يبقى هنا التركيز انه الفريلانسر بيستثمر في مهاراته بشكل مستمر عشان يتناسب مع احتياجات الزبائن اللي قد تكون انه هي متغيرة مع الوقت الآن قصوص الريادي بيستثمر بشكل اساسي في فكرته والفكرة هذه هي اللي بيخليها تتوائم مع احتياجات السوق يبقى هنا استثمار في فكرة عشان توائم احتياجات السوق هنا استثمار في مهارات عشان يتلائم احتياجات الزبائن النقطة الثانية انه يحتاج الريادي المبلاد مالي في الغالب رمت اشيد كلمة في الغالب لانه مع هذه الكلمة اعتقادي انه هي مش بالضرورة لبدأ تأكين شركته الرياضية لانه ممكن يكون في عنده بروتوتيب او منتج بحيث انه هو يعني لوحده ممكن انه هو ينزل السوق وينزله الخدمة بدون ما يكون فيه حدا استثمر معه او حاضنة استثمرت معه في هذا الكلام طبعا ممكن انه بيجي الدعم للحاضنات فيما بعد يعني انا لا انفي هذا الكلام اكيد وصديع في الحال ولكن انا حابب ابدأ رأيي في هذا الموضوع لانه الكثير من الشركات الرياضية تحكي لك هوب انا عندي فكرة رياضية وانا بدي تمويل واو 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 ومش مستعد انه هو ينفذ الفكرة تبعته الا بالحصول على التمويل ولكن لازم انه يكون في عنده حاجه اسمها المنمال المنموم بروتوتيب او انه يعني اقل يعني عبارة عن نموذج مصغر او بروتوتيب للفكرة تبعته بغض النظر شو الفكرة هادي او شو المنتج تبعه هذا بحيث انه يعمل انه بروف انه اه والله يحيوش الغال ويقدم خدمة وزاعتها بعدين بيجي التمويل فبس انه انا بدي اركز على اهمية انه انه الفكرة لوحدها ما بتجيبه فلوس لازم انه تم تنفيذها كبروتوتيب انه هي بتجيب لك فلوس انا بقصد فلوس دعم او الاستثمار انه كفكرة ريادية تمام بينما المستقل ما بحتاج اي مبالغ مالية عشان انه هو يبدأ العمل يعني ولكن بعض الاعمال انه تحتاج الى اجهزة خاصة وهذا بيؤدي لبعض التكاليف واللي اصلا ممكن تكون انكلود انت تحملها على لزمون يعني في بعض الاحيان يعني في بعض الاحيان يعني في بعض الاحيان ممكن انت تحتاج اجهزة خاصة اه او ممكن تحتاج انه يعني ممكن تستأجرها استئجار يعني عشان انه انه انت تنجز العمل هذا وفيما بعد ممكن انه انت تشتري الاجهزة الخاصة فيك وتصير انه اتوفر على نفسك هاي التكلفة تمام فبالتالي انه ما بيحتاج لأي مبالغ مالية عشان انه انه انت تبدأ العمل كفريلانسر من ناحية المخاطرة اكيد بطبيعة الحال انه جانب المخاطرة على فريادة الاعمال لانه في احتمال فشل كبير والنسبة انه يقال انه النسبة انه تسعين في المية من الشركات الناشئة او الافكار الريادية انه هي بتفشل في النهاية وعشرة في المية منها انه بينجح فقط يعني طبعا فيه جدل في هذا الموضوع او في هذه النسبة انه هي صحيحة او مش صحيحة لكن من واقع مشاهدات انه فعلا انه خلينا نحكي انه نسبة كبيرة جدا انه من الشركات الناشئة بتفشل او بتغلق في النهاية لانه ما عندها القدرة انه هي تستمر بينما في العمل الحر ما فيش اي جانب من المخاطرة مع انه في وجود صعوبة في البداية انه انت تقدر انه انت تشبك مع زبائن انه تبدأ تحصل على الوظائف الاولى رقم اربعة تركز ريادة الاعمال على حل مشاكل في المجتمع ويكون في عندك مبادرة لحل هاي المشكلة وبالتالي انه الهدف انه انه انت تحقيق ربح من هذا المشروع وبالتالي تأثير الريادة اكبر على المجتمع المقصود هنا بالتأثير الريادة اكبر على المجتمع انه الفئة المستهدفة انت عندها قطاع عريض بينما هنا انه انه انت بتركز على زبون واحد فقط يعني هاي الفكرة في الموضوع في هاي المفارقة يعني انه الريادة الاعمال بتركز على حل مشكلة والمشكلة هذه ما بتكون موجودة عند زبون واحد فقط بتكون عند شريحة يعني لبأس فيها في المجتمع فبالتالي انه ان انت بتطور تعمل مبادرة لحل المشكلة تبعتهم فبالتالي بتكون تأثيرك على المجتمع بحكم انه الاشخاص المستفيدين منها انه شريحة واسعة لانه اكتر بينما العمل الحر زي ما حكينات بركز على اداء المهام وانتاجها اللي انتاء يعني اداء المهام واعمال بيحتاجها العملاء فبالتالي انه التأثير طبع على الزباين تبعوني فقط ومهما كتر الزباين طبعوني فهم محدودين فهاي من ناحية التأثير انه هذا تأثير واسع وهذا تأثير محدود على الافراد تمام رقم خمسة على المادة البعيد ورغم موجود مخاطرة في الرياضي انه الجانب المادي في الربح انه بيكون اكثر يعني اكثر في رياضة الاعمال بعدها طبيعي يعني انه انت ممكن تبدأ بنموذج تمام وانه تنجح في الشركة تمام بعد فترة معينة من نجاح الفكرة الرياضية ويدخولها في مراحل استثمارية متقدمة وتحولها لشركة مساهمة ممكن يقفز انت عندك سعر السهم لا يعني لسكيل المختلف خالص عن السكيل اللي انت بديت فيه فبالتالي انه بيكون انه الربح كبير جدا 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 في هذه الحالة في حال انه انت يعني الحصة اللي انت بتنتليكها بيكون سعر السهم في البداية لنفسرد انه في البداية انه كان دولار واحد ممكن انه بعد ما تدخل مراحل استثمارية يعني انه في الخاضنات انت في عندك عدة مراحل في الاستثمار حطت لكم فيديو مع ان رياضة الاعمال في هذا يعني مشرحهاي المراحل بهذا الخصوص حطت لكمها في المدى الافرائية اندي في الكورس فبالتالي انه انت بعد المرحلة هذي بتنتقل لسكيل يعني مختلف خالص فبالتالي انه زي قفزة نوعية في سعر السهم انت عندك يصير انه عشرات الاضعاف يعني بينما في العمل الحر يعني رغم انه قلة المخاطر الا انه يعني انه بتوجب عليك انه تطور بشكل دائم المحارات الموجودة عندك ومقدار الدخل يعني انه بيكون اللي هو يعني مهما كبر بيضله محدود مهما كبر بيضله محدود ويكون مرتبط به انه انه بتقدم خدمة يعني تنجز اعمال فبالتالي انه انه بتحصل على عائد مادي تمام فبالتالي انه انت هنا طالما بتشتغل اكتر طالما بتحصل فلوس اكتر طبعا في بعض اكيد يعني انه ممكن تصل لمرحلة انه يكون في عندك انه انه انت تدخل في مرحلة انه انت عندك يعني يعني اصلت لطريقة انه باقل المشهود انه انت تحصل على عوائد ماديه اكتر تمام؟ رقم ستة تقدم ريادة الاعمال منتجا وهذا المنتج عبارة عن مراحل متعددة تبدأ من الفكرة حتى الوصول الى السوق تمام؟ والفكرة في النهاية يا اما بتكون عبارة عن منتج مادي او خلينا نحكي انه هو صوفت شغلة ملموسة رقمية يعني اما خدمة رقمية اما مثلا قلينا نحكي انه عبارة عن ترجمة او كتاب او اي شيء من هذا القبيل يعني او ممكن تكون انه هي منتج مادي بينما العمل الحر بيشتغل بشكل اساسي على خدمات مثل الترجمة والتصميم والبرمجة فبالتالي انه عادة انه التسليم تبع العمل الحر انه بيكون صوفت لكن هذا هنا انه بيكون صوفت بالاضافة لا انه ممكن يكون شغلة فيزيكا اخر نقطة انه من الصعب القيام يعني انه صاحب الشركة الرياضية انه يقوم بالاعمال المطلوبة بشكل فردي لانه الاعمال متشاعبة ولازم وجود فريق عشان يساعده في تحقيق النجاح طبعا انا بأكد على موضوعها صعوبة ولكن هذا لا يعني انه هو مستحيل يمكن انه الشركة الرائدة انه تكون مكونة من شخص واحد وتظلها لفترة طويلة انه مكونة من شخص واحد وبعدين يشكل الفريق يعني ممكن هاي الشغلة انه هو يتولى كل هاي الهمور ممكن من البداية انه يكون فريق صغير من شخصين او ثلاث اشخاص ويستعدوه في انجاز المهام المطلوبة في الشركة الرياضية طبعا في العمل الحر العمل الجماعي مش متطلب عندك اساسي ممكن انت تشتغل بشكل منفرد وتظلك بشكل منفرد يعني على طول الخط تمام لكن هذا لا يمنع انه انه انت تشتغل ضمن فريق في العمل الحر وهذا يعني انه تشتغل كأيجنسي او كتيم وهذا بيؤدي لزيادة العائد وقدرة الانتاجية تبعتك لانه انت لوحدك الشغلات انت تنجزها مش لما يكون يعني لا تقارن بانجاز خمس اشخاص يعني انه بتخصص كل واحد في شغلة معينة في التصميم في البربجة في كذا فبالتالي انت بتأدي انه يعني بتقدر تقول انه انت بتقدم حلول متكاملة تمام يعني في بعض الاحيان انه ممكن تخسر مشروع لانه اللي سبون طالب منك انه انت تسوي شغلة معينة مثلا سبيلي مثال في denke interdisciplinary واجستيبلك اني これابelle ولكن انت بدك تطبيق放ongo windows Alexandra والتطبيق داخلسبة килgarien لكن عندما يكون هناك فريق يعمل وفر我们 de وحد يعمل 정ител او يعني تطبيقات mobile والتاني يعمل في التصميم وهيه واحد تالي يعمل في�를 بنظام Alay وآخ في قبد عادة النظر انه ان ماذا يقدم يقدم حلول متعلقة بالAI أو لا فهذا فريق متكامل ويؤدي أن تأخذ المشروع كله بالكامل فبالتالي تقدم حلول متكاملة وهذا يؤدي في النهاية لتعديم داخل أفضل بطبيعة الحال فهذه باختصار الفروقات الأساسية بين ريادة الأعمال والعمل الحر حكينا أن العمل الحر هو خطك الأساسي حاليا وممكن أن يكون في نهايته أن المفترك هذا ويكون واحدة من المطارات التي تتفرع منها أن تكون ريادة الأعمال بعد أن تكون فعلاً مع الزبائن وفي السوق وشوفت الدنيا كيف ناشية تصبح الأمور أسهل في ريادة الأعمال هذا لا يمنع أن يكون لديك خط موازي لعمل الحر لريادة الأعمال ولكن هذا الخريج الحديث أو الخريج الحديث أو المخاضج الكثير في السوق التصور عنده في الأشياء المتعلقة بالسوق وكيف الدنيا ماشية ليس ناضج كثير فبالتالي يكون عنده متحمس بشكل زيادة بيقول أنه أنا عندي فكرة بدي تنويل عندي فكرة بدي تنويل ما بيحصل على التنويل بيفشل بالفكرة تبعته فبالتالي أنه أنا نصيحتي أنه الخوض في العمل الحر أولاً ومن ثم الانتقال إذا كان في عندك رغبة وكان في عندك فعلاً المؤهل أنه لفكرة ريادية أنه أنت تنتقل فيما بعد لريادة الأعمال هذا إشي كثير كويس إذا كان في عندك فكرة ريادية ليس خلط أنه أنت تدخل في مضمار العمل الحر أولاً وبعدها تنتقل لريادة الأعمال فيما بعد هذا كل ما يتعلق بالأعمال الحر وريادية الأعمال من ناحية فروقات ومن ناحية أنه شو نهاية الخط اللي أنت بتمشي فيه في النهاية ونلقاكم في الدرس القادم إن شاء الله